هذه أطول مقارنة بطريات سويتها إلى الحين والجوال اللي فاز بهذه المقارنة جاب رقم قياسي أول مرة أشوفه على أي جوال من قبل كنت ناوي أسوي المقارنة بين الآيفو 15 برو ماكس وسامسونج غالكسي اس 24 ألترا فقط لكن حبيت أدخل الانر ماجيك في 2 بالمقارنة بما أن الجوال جديد وشاشته الخارجية حجمها مناسب وتقدر تستخدمها عادي الثلاث جوالات شابكين على الواي فاي والشاشة على أعلى دقة والسطوع على النص وراح أبدأ مع تطبيقات السوشال ميديا وأول شي بشغل اليوتيوب مثل عادة بعد استخدام اليوتيوب لمدة ساعة الانر ماجيك في 2 صار 98% والاس 24 ألترا 95% والآيفون 15 برو ماكس 95% وبعد استخدام نتفليكس لمدة ساعة الانر صار 91% والسامسونج 91% والآيفون 91% أيضا وبعد استخدام تيك توك لمدة ساعة الانر صار 85% والسامسونج 85% والآيفون 85% مثل ما نشوف للحين نسبة استهلاك البطارية بالثلاث أجهزة ماشيين مع بعض بعد استخدام الانستجرام لمدة ساعة الانر صار 77% والاس 24 ألترا 78% والآيفون 15 برو ماكس 74% وبعد استخدام تويتر لمدة ساعة الانر ماجيك في 2 وصل 70% والسامسونج 72% والآيفون 66% والحين بشغل اللعبة اللي غرافيكس فيها عالي ونشوف إيش راح يصير بعد ساعة من تشغيل اللعبة الانر صار 57% والجالكسي 85% والآيفون 46% هنا نلاحظ أن الآيفون بدأ يبعد شوي عن المنافسة بس ما ندري ممكن قدام يتغير الوضع بعد تصوير ساعة بدقة 4K الـ V2 صار 37% والجالكسي 33% والآيفون 15 برو ماكس 26% والحين برجع أشغل تطبيقات السوشال ميديا مرة ثانية لين تطفي الأجهزة طفى الآيفون 15 برو ماكس بعد 9 ساعات و37 دقيقة وصحيح الجوال طفى أول واحد لكن يعتبر حاليا أفضل آيفون جربته من ناحية البطارية بعد ما كان آيفون 13 برو ماكس هو المتصدر بهالموضوع وسويت مقارنة من قبل وكان أعلى وقت وصله الآيفون هو 9 ساعات و36 دقيقة يعني الفرق بينهم دقيقة وحدة فقط وما زال الأونر والجالكسي صامدين للحين والجهازين باقي فيهم 16% وطفى الأونر ماجيك V2 بعد 10 ساعات و52 دقيقة وبصراحة أبدا ما توقعت أن الجوال رح يصمت كل هالفترة معين أجهزة أونر معروفة بقوة بطاريات أجهزتها لكن أداء هذا الجوال فاجأني والجالكسي لسه صامد وباقي فيه 7% ومشاء الله تبارك الله طفى الجالكسي S24 Ultra بعد 11 ساعة و34 دقيقة رقم قياسي وأول مرة أشوفه على أي جوال يعني بالمركز الثالث الآيفو 15 برو ماكس والمركز الثاني الأونر ماجيك V2 وبالمركز الأول كأفضل بطارية هو الجالكسي S24 Ultra وما أعتقد أن هالفترة بيجي جوال يكون منافس ويكسرها الرقم لكن بشكل عام الثلاث جوالات قدموا أداء ممتاز ولو تشوف المقارنات القديمة كانت 5 و 6 ساعات استخدام وحالياً صرنا نوصل 11 ساعة استخدام ثقيل يعني الموضوع جالس يتطور من ناحية البطاريات بشكل كبير وبالختام إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي لايك ومتابعة عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله